طيب شاذا وش يمكن تقولين للبنات والأطفال بعد اللي زي عمرك بحيث انهم يعني يحبون القراءة وهم صغار وش الرسالة وش نصيحة تبين تقولينها لهم أخي الطالب وخاطب فيك عقلك اللبي بأن تقرأ ولو ساعة من زمان ففي القراءة فتقوا لسان وتدريبه على الكلام رفع الجهل على النفس تعيذ العاقل وتنبه اللبيب غزارة علم وكثرة مفهوم ومحفوظ معرفة الخير والشر الاستفادة من تجارب الآخرين وللحكماء وراحة للذهن من التشتت ولا القلب من التجرذم ولا الوقت من الضياء اكتساب المعرفة الاتصال بالمعارفة الإنسانية في حاضرها وماضيها اتصال الإنسان بعقل الآخرين وأفكارهم تنزل فوارق الزمان فتعيش في أعمار الناس جميع فتعيش معهم أينما كانوا وأينما ذهبوا مجددا